دعت وزارة الأوقاف والإرشاد الخطباء والمرشدين والدعاء إلى التحذير من بطعد الاحتفال بخرافة يوم الغدير وضلال فكرة الولاية ورفضها ونسفها من جذورها لكونها تخالف قيامنا الدينية والوطنية وتتعارض مع نظامنا الجمهوري وأهداف ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين وتتصادم مع الدستور والقانون وأهابت الوزارة في بيان لها بجميع الدعاء والخطباء وجوب التأكيد على ضرورة التمسك بقيم الإسلام الحنيف فيما يتعلق بحق الشعب اليمني في اختيار الحاكم وهو الأمر الذي جسده النظام الجمهوري وبذل لأجله الأباء المؤسسون أرواحهم وصولا إلى الانعتاق من حكم السلالة القائم على مزاعم الاصطفاء السلالي وخرافة الولاية والحق الإلهي المزعوم وتطرقت الوزارة في بيانها إلى محاولات ميليشيا الحوث الإرهابية في الآوينة الأخيرة تطيف المجتمع اليمني وتحريف عقيدته الصافية من خلال مناسبات طائفية وبدع دخيلة أعيد إحياؤها بعودة الإمامية بنسختها الحوثية وما أن ينته من مناسبة حتى يحشد الأخرى في سلوك ممنهج يهدف لهدم العقيدة الإسلامية الصحيحة وإبعاد اليمنيين عن هويتهم الحضارية وعمقهم العربي والإسلامي وإحلال مكانها النموذج الإيراني القائم على الخرافة وتقديسها وتغييب العقل واستدعاء الماضي بكل صراعاته وأزماته وقالت الوزارة في بيانها إن ما يسمى بيوم الغدير هو بدعة يجب بناؤها أو يجب على الناس الحذر منها ومن الغايات التي تهدف إليها حيث يلبسون من خلالها الحق بالباطل ويخدعون بها البسطة ويضفون على بدعتهم هالة من العناية والتقديس مستدلين عليها بأحاديث مكذوبة وتفسيرات لبعض الأحاديث الصحيحة بمفاهيم مقلوبة ومنحرفة تؤدي إلى نهاية المطاف في الطعن في قيم الإسلام الحنيف ومبادئه السمحة وفي مقدمتها المساواة والشورى وذلك من خلال التشكيك بعدالة ونزاهة صحابة الرسول صلى الله وسلامه عليهم وعلى أنقاض قيم الإسلام يبنون إكذوبة الولاية والاستفاء السلالي المزعوم وصولا إلى تسويغ حروبهم الغاشمة وإرهابهم الوحشية على المجتمعات بوصفهم كفارا يرفضون ما يسمى الولاية التي تعني الخضوع والاستسلام لحكم السلالة الكهنوتية والقبول بممارساتها العنصرية والطبقية ترجمة نانسي قنقر